السلام عليكم كل متابعين في القناة عزيزية. رب كنوا بخير. انا عادل والي ودي قناة شواري ومعلم اسكندرية. النهاردة الخميس 11 مايو. لو نزدين اسكندرية النهاردة بالليل او الفجر او الصبح تقضوا الاجازة. نحب يقول لكم ان الجو عندنا سبحانه مغير الاحوال. اه اجواء شتوية. شتوية ازاي? واحنا في الصيف. سبحانه مغير الاحوال. اه اي نعم في ناس في المية. ولكن باعدات قليلة في ناس على البحر. الجو في برودة. الجو في لسعة آآ برد كده. ولكن ملموسة بتكتر اكتر بعد المغرب. يعني بعد المغرب ممكن آآ ما تستحملوش النصكم. احنا اي نعمة. حاليا انا نابس آآ نصكم. ولكن آآ احنا تعودنا على الجو ده. آآ لكن لو حالكم لو مش بتعودين على الجو ده اقول لكم آآ خلي بالكم آآ ما تخففوش ملابسكم انتم جايين. آآ حاليا الجو آآ بيشتي. الدنيا بتنقط كده آآ نقط خفيفة. الجو بيشتي حاليا آآ الساعة حوالي آآ السادسة آآ بعد العصر. في شتا خفيف. في رزاز نقط كده. آآ سبحانه مغير الاحوال من حال الى حال سبحانه من لو الدوام. موجودين في شهر آآ خمسة. كنا زمان مع آآ بداية شام نسيم او يوم شام نسيم تكونوا في المية. تخففوا هدومنا. آآ الدخلية تلبس ابيض. لكن سبحان الله شام نسيم عد عليها هو حوالي شهر. وما زال الجو في برودة الشتا. اتمنى لو حضركم اول مرة تابعونا اشتركوا في القناة. ما تنسوش الاعجاب للفيديو من الاسفل. احنا موجودين في مانطيس دباشر. المكان المفضل لنا في التصوير زي الشاطبي. امامنا آآ آآ الصخرب المسعود. شاطق ميامي. شارع خليل حمادة. منطقة ميامي. طبعا الاعداد زي ما شايفين معظمهم تسعين في المية او تسعة وتسعين في المية ضيوف. آآ النهاردة الخميس فهي طبعا هيسهره طبعا على المية لحد آآ اوقات متأخرة من الليل بيحجزه من دلوقتي ولكن الاعداد آآ مقارنة بالعام الماضي في نفس الوقت الاعداد قليلة جدا. آآ اعداد آآ لا تتناسب مع آآ شهر خمسة مع آآ آآ اي نعم فيه امتحانات وكده لكن آآ في كل سنة في الوقت ده بيكون فيه اعداد اكتر من كده بكتير. بيكون فيه اعداد كبيرة في المية ولكن زي انتو شايفين آآ الناس اللي في المية يتعدوا على الصوبع. كل ما الوقت يقرب للمغرب للغروب المية بتبقى آآ برودتها جامده قوي. للي مش متعود عليها. طبعا الاعداد هتزيد آآ بعد المغرب ان شاء الله ولكن للجلوس مش لنزول المية. الشواطئ السيدبش بتروح آآ اسعار الدخول ما بين عشرة جنيه و خمسة عشر جنيه. الشواطئ السيدبش مفيش فيها آآ شواطئ سياحية. الشواطئ مميزة وشواطئ عادية عشرة خمسة عشر جنيه. من اول هنا بوابة واحد الى بوابة مرمار العائلات آآ ساخر بين مسعود. من عشرة لخمسة عشر. طبعا فيه شواطئ مقفولة فيه سيدبش بسبب آآ آآ انه آآ المية اكلت شارع البحر. فممنوع نزول زي شاطئ ادوار خرام. موجودين فين حالين بالكاميرا موجودين اعلى آآ آآ المامشا الجديد لآآ آآ كبري ونفق خمسة واربعين. في منطقة نيامي ومنطقة العصافرة بحري. امامنا شواطئ البروفاج الجديدة. آآ آآ امامنا شواطئ العصافرة القديمة امامنا شواطئ المندرة. امامنا جناين المنتزى وقصر المنتزى آآ وخلف المنتزى في المعمورة الشواطئ ثم أبو اير. موجودين في حي المنتزى اول شارق اسكندرية. زي ما شافين الاعداد قليلة جدا جدا في المية. الجو كل ما يقرب للمغرب. البرودة بتزيد. الهوى بشدة الرياح بتزداد. آآ آآ خلي بالكم كويس جدا من ملابسكم. لو نزدين النهاردة بالليل او الفجر او الصبح. تقضوا الجمعة السبتة اجازة ان شاء الله. آآ ما تخففوش من ملابسكم. او اعملوا حسابكم اخدوا معاكم آآ نبس شتوي. احنا حاليا موجودين النهاردة الخميس 11 مايو. اجواء شتوية بامتياز. اجواء شتوية بامتياز. خصوصا من وقت الغروب الى الفجر. امامنا شواطئ البروباج آآ آآ دخول ب 25 جاني آآ وشواطئ العسافرة تروح دخولها من 10-15. المندرة آآ بتروح دخول آآ شواطئ المندرة ما بين مجاني آآ لزول همم. لخمسة جاني لخمستاشر. لخمسة وعشرين شاطئ التحونة السياحي. ويوجد من شاطئ خاص في العسافرة. موسيقى. 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 اشتركوا في القناة